بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وده بس كوت زي ما قلت بنكهة البرتقان فانا هعزز النكهة معايا معلقة كده من بشر البرتقان الناعم وفانيليا بالبرتقان فانيليا دريم فانيليا دي حلوة جدا وبتضيف طعم البرتقان حلوة قوي طعم وريح معايا كمان 20 جرام من بودرة البرتقان انا استخدمت هنا التنج ومعايا كمان اسانس من البرتقان من الاسانسات اللي هي بتبقى جوزهند او موز او اي حاجة يعني انا معايا اسانس البرتقان كل الناكهات البرتقان دي هتعزز النكهة جدا والطعم واللون كمان بتاع البس كوت يلا بقى نبدأ الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم رشة الملح طبعا قبل اي حاجة على الدقيق وهبدأ كمان احط البيكنج بودر وهقلب كويس قوي قوي زي ما قلت انا مش هكطر خالص عن 10 جرام بيكن بودر فيما يعادل معالاة كبيرة ممسوحة هقلبها كويس قوي واسيب الدقيق كده على جنب وايه هنبدأ نحط بقى النشادر على اللبن اللبن الدافي اخدوا بالكم اللبن يكون دافي مش سخن دافي كده وهقلبه هنلاحظ بقى ان النشادر مع اللبن هيعمله فوران كده هقلبهم كويس واسيبهم برد واركنهم على جنب خدوا بالكهوة اللبن بدأ يفور شوية ويعلى هسيبوا بقى يتفاعل مع النشادر وهبدأ بقى اجهز في المكونات اللي معاية هحط السمنة لو نستخدم بقى عجان او مضرب بكهرباء براحتكو خالص اهم حاجة السمنة تكون سقعة خارجة من التلاجة وهحط عليها السكر البودر السمنة لما تكون سقعة بتديني نتيجة ممتازة جدا جدا عن لو كانت بدرجة حرارة المطبخ انا بوزن السمنة وبحطها في التلاجة لغاية لما اخلص بقى المكونات علشان ما تاخدش من درجة حرارة المطبخ وهبدأ بقى اضربها الخطوة دي هي اهم خطوة في نجاح البسكوت ضرب السمنة السقعة مع السكر البودر لغاية لما يعملوا كده فوم ابيض وده اللي بيديني بسكوتة هشة وبسكوتة مقرمشة كده وجميل هبدأ بقى كل شوية اثناء الضرب ان انا انزل كده الجناب علشان اضمن دوبان السكر كويس قوي مع السمنة كل لما ضربنا كويس الخليط هيرتفع وهيعمل معايا فوم ويبقى لونه ابيض نضمن ان شاء الله نجاح البسكوتة تمام بالشكل ده الخليط ارتفع قوي قوي بقى كريمي اللون افتحه بقى ابيض مع ان السمنة صفرة هنبدأ بقى في الخطوة دي نحط البيض وهبدأ احط البيض واحدة واحدة مش هحطه كله وهضرب كويس جدا لغاية اما البيضة تختفي معايا زي ما انت شايفة كده وهبدأ احط بقية البيض واحدة واحدة كده هضرب كويس برضو لغاية اما البيض كله يختفي واحدة واحدة ده بيضمن ان البيض ما يخرصش معايا في السمنة وهحصل كده على خليط ناعم قوي قوي احط البيضة ولما تختفي خالص في العجين ما يبقاش لها اثر احط التاني وانا كده خلاص حطيت كل كمية البيض هنزل بقى معايا باللبن اللي علينا شادر هحطه برضو كده شوية شوية والعجان شغال وبعد كده هنحط بقى مناكهات البرتقان الفانيليا اللي بالبرتقان والتانج التانج ده انا بحطه لاني مبقاش عندي نكهة البرتقان بتاعة المصانع وهحط كمان الاسانس البرتقان والبشر وهضرب كويس قوي زي ما انتو شايفين كده الخليط بقى هش جدا جدا وناعم مجهز ان انا احطه على الدقيق مش محتاجة مكنة خالص في المرحلة دي ولا مضرب ولا اي حاجة انا هعجنه كويس جدا بايدي لان العجينة هتدوب بسرعة جدا العجينة معايا هشة وهحطه على الدقيق فورا الدقيق هيمتصها مش هياخد عجن كتير ولما نوصل للمرحلة دي ان العجينة مش بتلزق في ايدي زي ما انتو شايفين كده معنى كده ان العجينة نكحة والمكونات مظبوطة جدا جدا مش محتاجة اي حاجة زيادة دي بقى مكنة البسكوت معايا انا عندي المكنة اليدوية مكنة القديمة الاصلية دي انا بحبها قوي ويبستخدم النقشة العريضة بتاعت اسمها الموس لان انا بحب النقشة الاصلية بتاعت البسكوت اللي احنا بنشتريه كده من المحلات بنقشته الاصلية وهبدأ بقى رصها في صواني الخبز انا دهنت صنية فرشة كده من الزيت ورصيت عليها البسكوت ويخدوا بالكم من خبز البسكوت طبعا هو مش بيخمر انا بقطع البسكوت وبغبزه على طول الاول بختبره بس انا متأكدة باذن الله يعني من المكونات بتاعتي ومن مقاديري كويس قوي هحطه على شبكة الفرن شبكة في النص ودرجة الحرارة ما بين 150 ل160 بياخد معي 15 دقيقة مش اكتر من كده ولو حبين في اخر ثواني بفتح علي الشواية ياخد بس لون اشقر وهخرجه زي ما انتوا شايفين كده البسكوت خرج شكله يجنن النقشة بحجمها هي هي ما فرشتش ولا زادت ولا اي حاجة ده لاني ضبطة كويس قوي مقادير النشادر والبيكنج بودر مش بخرج البسكوت مصطنية خالص اللي لما يبرد تماما علشان ما تقسرش معايا شايفين كل بسكوتة محافظة ازاي على نقشتها الجميلة البسكوت اللي على الشمالة اللي في الطبق الكبير ده بسكوت البرتقان طالع لونه تحفى ويجنن والناحية التانية دوت الطبق الصغير ده حبيت اوريكو بسكوت النشادر اللي هو اللي معلهوش نكهات نشادر بس شايفين بقى اللون اللي تحفى اعرى البسكوتة كده لونه اشقر دهبي كده يا جميل جدا والبسكوتة كمان واخدى اللون الحلوة كده يدوبك اشقر دهبي البسكوتة من جوه هشة جدا وليها صوتها هي بتتكسر لان هي مقرمشة جدا جدا المقادير المزبوطة مطلع معايا بسكوتة مزبوطة بالملي زي الوصفة مقالة وزي الكتاب مقال لو عجبكم البسكوت ياريت لايك على الفيديو واللي ما اشتركش في القناة يشترك وان شاء الله اشوفكم قريب تاني في بقية وصفات العيد وكل سنة وانتو طيبين باي باي